لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أعزائي المشاهدين برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعلى مدار حلقتين شفنا علاقة البخاري بالدولة العباسية ونهاردة هتكون آخر حلقة هنتكلم فيها عن علاقة البخاري بالخلافة العباسية وعايزة فكركم بالحديث في صحيح البخاري كتاب الفتن باب قول النبي للحسن ابن علي إن ابني هذا لسيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين طبعا إحنا شفنا البخاري اختار حديث مهم جدا وهو الحديث اللي فيه الرسول بيقول إن ابني هذا لسيد ولعل الله وطبعا ده العنوان يعني الباب ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين وطبعا ده رد قوي على قال البيت بيذكرهم بالصلح اللي بموجب الصلح ده يتنازل الحسن عن المطالبة بالحكم مطلقا في أي وقت أو أي زمان والخروج عن الصلح ده هيكون طبعا خروج عن الخليفة المسلمين وكأن يعني هيكون عقبته هو القتل وطبعا لشان الخروج عن الخليفة بيكون القتل طبعا وشفنا المرة اللي فاتت إن اللي قضى على الفتنة هو مين؟ هو عيسى ابن موسى وطبعا وعشان كده هو وأولاده ليهم شأن عظيم في الدولة العباسية وأولاده طبعا عارفين البخاري وبيعتبروا إن مجرد ذكر اسم أبوهم ده طبعا تخليد ليه إلى يوم القيامة لأن طبعا البخاري هو ثاني كتاب بعد القرآن فطبعا أكيد بيكفق البخاري هيكفق البخاري إزاي؟ أكيد طبعا هيحموا من أي حاجة ممكن يتعرض لها لأن البخاري متكفر من الولماء وإحنا هنشوف يعني لأن طب طرده من يسبور هنشوف طبعا أنه أكيد حذروا وفعلا البخاري ما دخلش بغداد ولا مرة خلينا نشوف الحديث بيقول إيه؟ يقول كده الحديث في فتح الباري اللي شرح نفس الحديث بيقول وجاء ابن شبرامة وطبعا أنا هتكلم شوية بالتفصيل عن ابن شبرامة لأن عيسى ابن موسى تكلمنا عنه كتير ابن شبرامة هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبو جعفر المنصور ومات في خلافته سنة أربعة أربعة وأربعين ومائة وكان صارما فيه فنسقة فقيها يبقى ده فتح الباري بيقول لنا كده أن أبو جعفر المنصور كان يعني ولا ابن شبرامة كان قاضي في عصره وطبعا القاضي في العصر ده ده شخص يعني بيكون عنده يعني زي علامة في المزاهب الفقهية حتى أن بعض الخلافاء ممكن بيختبروا القاضي عشان يتأكدوا من ساعة علمه وابن شبرامة مش قاضي بس لا ده ابن شبرامة خلينا نشوف سند الحديث بيقول لنا إيه حدثنا علي ابن عبد الله حدثنا صوفيا حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرامة قال ادخلني على عيسى وطبعا الحديثة احنا اتكلمنا فيه كتير على عيسى اللي هو عيسى ابن موسى فأعيزه فكأن ابن شبرامة خاف عليه فلم يفعل ونخلي بالنا في تالت اسم اللي هو إيه حدثنا الحسن والحسن ده هو حسن البصري والحسن البصري طبعا التابعي جليل وابن شبرامة من طلاب أهم تابعي في عصره وتولى القضاء في الدولة العباسية الكتير طبعا من تلاميذ الحسن البصري فلما تلاميذ الحسن البصري يشوف أنه هو بيذكر حسن البصري وده الشيخهم وبيشوف أنه بيذكر واحد زي ابن شبرامة يعني بيشوف أن البخاري بيذكر الناس دي أكيد أكيد ده هيمجده البخاري وهيكون على علاقة يعني قوية جدا بالدولة والبلاط العباسي خلينا نشوف الحديث اللي بعده في فتح الباري شرح سحيل بخاري يقول لنا كده حدثنا عبدالله ابن عبد الوهاب يقول كده سمعت مالكا ويسأله عبيض الله ابن الربيع وده في كتاب البيوع كتاب البيوع ده في الحديث ده وفتح الباري بيقول لنا مين ابن الربيع بيقول فتح الباري بشرح سهل بخاري ابن حجر بيقول وسأله عبيد الله وهو بالتصغير والربيع أبو وهو حاجب المنصور وهو والد الفضل وزير الرشيد نفهم بقى بعض يعني ايه الكلام ده عبد الله ابن الربيع ده أبوه هو حاجب المنصور الحاجب المنصور ده الحاجب يعني محدش يقدر يدخل على المنصور غير بإذنه والفضل بيقول كده والفضل وزير هارون وهارون ده مين هارون الرشيد ابنه اللي فتنة خلقه القرآن حصلت فيه أيام المأمون والمأمون ابن هارون الرشيد يعني شوف هو بيذكر الناس قريبة جدا من الحكام يعني عبد الله ابن الربيع هو أبو الفضل وزير هارون الرشيد اللي ابنه المأمون اللي حدثت فتنة خلقه القرآن فعهده يبقى هو بيذكر شخصيات قريبة قوي من الحاكم خلينا كمان نروح لفتح الباري شرح سهيل بخاري كتاب المناقب وفتح الباري بيقول لنا عن اسم كمان يقول كده كان الحسن ابن عمارة وهو الكوفي أحد الفقهاء المتفق خلي بالكم بقى المتفق على إيه المتفق على ضعف حديثهم وكان قاضي يعني أنت البخاري بتذكر ليه واحد متفق على ضعف حديثه لأنه كان قاضي ببغداد في زمن المنصور الثاني خلفاء الدولة العباسية ويقول لنا كده وقال ابن المبارك جرحوا عندي شعبة وسوفيان كلاهما وقال ابن حبان كان يدلل لسه عن السقاط وما سمعه من الضعفاء عنهم فالتسقت به تلك الموضوعات قلت وما له في البخاري إلا هذا الموضوع يعني برضو هنا أن الحسن ابن عمارة ده كل هلماء الجرح والتعديل متفقين على ضعف حديثه ولكن البخاري جاب اسمه في الحديث ليه لأنه كان قاضي في بغداد في زمن المنصور ثاني خلفاء الدولة العباسية وطبعا ابن حجر بيعلق بيقول إيه وما له في البخاري إلا هذا الموضوع هنروح للحديث ثاني ونشوف اسم آخر فتح الباري بشرح سهل بخاري كتاب الحكام باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم والكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي وده بقى الشخصية دي اللي احنا هنتكلم عنها شخصية كانت في عصرة البخاري وهو بيقول لنا كده فتح الباري بيقول لنا إيه وحفيده صوار ابن عبد الله ابن صوار ابن عبد الله تولى قضاء الرصافة ببغداد والجانب الشرقي وحديثه في السنن الثلاثة يعني حديث فيه الثلاث سنن ومات سنة خمسة وأربعين ومائتين طيب خلينا نشوف فتح الباري صوار ابن عبد الله دي بيقول إيه كان فقيها وولاه المنصور قضاء البصرة سنة ثمانية ثمان ثمان وثلاثين ومائة فبقى على قضائها إلى أن ميت المفاجأة بقى أن صوار ده وحفيده صوار ابن عبد الله ابن صوار ابن عبد الله ده تولى قضاء الرصافة دي بيقول كده والجانب الشرقي بيقول أنه كان يعني بعنا الكلم أنه كان معاصر للبخاري قاضي عاصمة الدولة العباسية وأكيد طبعا بيحفظ للبخاري أن هو بيذكر اسم أبوه وبيذكر اسم الناس اللي هي حواليه كده وطبعا ده مات قبل موت البخاري بحوالي 11 سنة يعني أبناء هذا القاضي وتلاميذه أكيد هيحفظوا الجميل والفضل للبخاري وأكيد أموا بحمايته بشكل أو أخر أموا بحمايته إزاي؟ أموا بحمايته أن هم حذروا أن يدخل بغداد وحفظوا البخاري أنه ذكر أسامي أباهم وأجدادهم وشائخهم في صحيحة يعتبر في كتاب في أعلى منزلة يعني أعلى كتاب بعد القرآن في المنزلة وإحنا دلوقتي فيه سؤال بنترحه لأخو المشاهدين أنا عايزاكم الناس البحثة أو طلاب العلم يعني يقولوا لي ولو مرة واحدة البخاري نوه عن موقف الدولة العباسية من قضية خلق القرآن أو تكلم عنها أو أن حتى إشاعا هو دخل بغداد لأن طبعا لما يذكر كل الأسماء دي هو في حمى الدولة برغم أن علماءه كفروا لكن هو في حمى الدولة ولا مرة واحدة دخل بغداد وكمان يعني حموه بشكل أو آخر وهو كمان ما جابش سيرة من قريب ولا من بعيد على موقف الدولة من خلق القرآن وده طبعا يعني زي ما إحنا عندنا كده يقولك السكوت يعني علامة الردم ما تكلمش لأنه بشكل أو آخر اتفق معاهم أن اللفظ بالقرآن مخلوق والعلماء كفروا وطرقوا حديثه زي ما تكلمنا في كل الحلقات وتابعوني الحلقة الجاية في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وموضوع صحيح البخاري ألقاكم الحلقة الجاية لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا ما أنت هترد بعقلك ما نقبل بعقله وده يرد بعقله وده ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ولعوبة بين حقل المسا ترجمة نانسي قنقر